هناك أمر واضح جدا في حديث الأئمة صلوات الله عليهم هناك حديث عن معرفة وحديث عن تسليم المعرفة كما تحدثنا الروايات فإنها تجعل الشيعية المنتظرة وكأنه واقف بين يدي الإمام وكأنه يعيش في فسطات الإمام وأما التسليم فلابد أن يكون سلوكا قطعا هو نفسي وجداني بالدرجة الأولى ويترتب عليه في بعض الموارد في بعض المواطن يترتب عليه بعض الفروض بعض الأعمال التي تتحقق في العالم الخارج وهذا الموضوع قد يحتاج إلى تفصيل كثير هذه إجابة إجمالية إن شاء الله إذا ما سنحت فرصة في الأيام القادمة للقاء أو برنامج كهذا اللقاء يمكن أن نخصص حلقة أو أكثر لهذا الموضوع كي ندخل في التفاصيل والجزئيات التي تحدثت عنها أدعية العترة الطاهرة وزياراتهم الشريفة برنامج التعامل مع المعصومين بشكل عام ومع إمام زماننا هذا البرنامج لن نجده مفصلا إلا في منظومة الأدعية والزيارات التي تشخص لنا أوصاف المنتظر والتي تبين لنا الحالة الوجدانية والمستوى المعرفي والعقائد للمنتظر فإذا ما أردنا أن نسبر أغوار هذا الموضوع لا بد أن نعود إلى منظومة الأدعية والزيارات التي حدثتك عنها قبل قليل في طوايا الأدعية والزيارات هناك الكثير من المعارف الكثير من المطالب العلمية والعملية قطعا هذا الجواب موجز ولا أراه كافيا لكنني أعتقد أن وقت البرنامج قد طال بنا يا محمد جوات ترجمة نانسي قنقر